اهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم الحياة محاوة الجسم المثالي والرشاقة والقوام الجميل حلم كل ست النهاردة هيكون ضيفنا وضيفكم الدكتور محمد العربي اخي صائق تغذية العلاجية والدعم النفسي اهلا بك يا دكتور اهلا اهلا محضرينك يا ستاة السلامي شرف لي وجود معاك طبعا ربي خليك طبعا احنا الجسم المثالي والجسم الحلوة كده والستار تبقى شكلها حلوة كده في البيت وبرى البيت وانا توصل للجسم المثالي اللي بتحلم بيه حلمنا كلنا دي حقيقة فاحنا النهاردة نفتي بستات من ان انا هبقى متحيزة يا جماعة للستات هنفتيجي النهاردة بستات او احنا كلنا متحيزين للستات فعلا طبعا احنا كده سفانة من اول الحلقة طبعا حضرتك عارف الست يعني دايما الست بتهتم بنفسها جدا لما بتكون لست بنته مرحلة الجامعة بتهتم بشكلها وبتحافظ على جسمها وبيبقى الجسم متناصق اول ما ست بتبتدي تخش مرحلة الجواز هب حملنا هب اول سنة طبعش اللي بيحصل طيب كل حاجة بتتلغبط فبيبدأ شكل الجسم بيتغير الحالة النفسية بتتغير زهقانة بقى التلاجة دي ما بتتقفلش طول النهار بقعدة بقى كل ما بيطلع غلبي في الاكل مثلا فعايزين ناخدها كده مرحلة مرحلة نبتدي كده الاول ايه اللي بيخلي ست بعد اول سنة كده من الجواز كل حاجات تتركب طيب في الاول اسمحيلي ان انا ابدأ لقائم حضرتك بقعدة عريضة جدا ومجموعة قواعد هنبنى عليها كل اللي هنقول اول حاجة القعدة يا قعدة ربنا سبحانه وتعالى حطها الناس سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول فلينظر الانسان الى طعامه يعني ايه فلينظر الانسان الله سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نبص على اكلنا وشربنا احنا بنأكله ونشربيه زي ما بنهتم بلبسنا كل واحد فينا وكل ست في الكون الست هي رمز الجمال فكل سهيدة في الكون او كل بنت في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقها من وهي لسه بيبي هي فطرتها فطرت عالجمال فتلاقي دايما بتبدأ تنقي لبسها وشعرها والميكب حاجات اللي هي بتخلي شكلها حلو جدا من اول ما تقول دي حقيقة فزي ما احنا بنأقي هدومنا كويس جدا لازم ننأقي اكلنا كويس جدا ليه الله سبحانه وتعالى لما ألفا لينظر الانسان الى طعامه اللي ناخده بالك وهنا امر من المولى عز وجل لازم تاخد بالك انت بتاكل ايه وبتشرب ايه الامراض سببها في الاول تلات حاجات امراض بسبب الامراض الجينية واحدة والد عنده مرض جيني او عنده استعداد لمرض جيني باول حاجة ده بسبب السمنة تقصد؟ دي السمنة وده كل المشاكل بتيجي منين ماهو السمنة مرض يعني السمنة في حد ذاتها امراض هو الفكرة ان الامراض علشان اللي بيجيب الامراض اصلا اول حاجة للجينية واحد عنده مرض جيني او عنده استعداد لمرض جيني أو بيبقى عندها طفرة أنها عندها استعداد أنها تزيد بسرعة عندها استعداد يجي لها السكر عندها استعداد يجي لها الضغط القولون فأي حد بيروح لدكتور بيبدأ يشخصه يعمل هستري كيس أو التاريخ المرضي بتاع المريض فدي أول حاجة ثاني حاجة الأمراض بسبب الحالة النفسية لما الحالته نفسية بتسوق بتجيله أمراض كتيرة جدا ثالث حاجة الأمراض الغذائية فعوزنا نحل الأمراض دي هنشتغل على الجزء الغذائي والجزء النفسي طيب السيدات دايما زي ما قلنا عنوانهم عنوان الجمال اللي بيجرى للست بعد ما تبقى زي الأمر مضل ومتمة بنفسها والشيب عشرة على عشرة وكل حاجة أدوب تتجاوز هبا شاء لبازي يتاخد الست تلاقي كل حاجة عكت وبدأت الوزن اختلف والشكل اختلف والله أنا بتحايل ده بيبقى بسبب الرجل ستات بقى تتصل تقول لنا يعني الناس بقى كده العديم يتفرقوا على البرنامج يقولون لنا يعني الستة لو حست كده ان هي مرتاحة في بيتها كده في حد بيقدرها حتى لو هي تخينها كده يعني ايه الجمال ايه الحلاة وكلمتين حلوين كده بسي هقلتك على حاجة سهر الله سبحانه وتعالى أنا عندي مبدأ وده برضو المبدأ ده من بنستمدهم الدين يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق السيدات خلق الجمال كله في الستة وجعل جزء من الجلال او من الشخصات كريزماتك كده للرجل فالجمال كله انتوا بدليل ايه ربنا سبحانه وتعالى خلق يعني حضرتنا بيقول في الحديث صحيح عن حضرتنا بيقول اللهم قاتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة قالك حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة يعني فحسنة الدنيا هي الستة بمعنى صح يعني الستة كلها مكانت صالحة في حل سلوكها وكمان شكلها حلو ومدلع جزء هزين بيقولوا ايوما هو يعني ده نسبة وطنسبة مع ده قضية تانية هنضرب فيها بعضا ودفر عليها يعني مهتمة بشكلها ومهتمة بشخصها ومهتمة بجوزها طبعا دلوقتي يا دكتور للأسف انت ممكن تكون بتتغذى يعني فيه ناس بيبقى كل غذائهم مثلا بيأكلوا خضار كتير بيأكلوا فاكهة كتير وبالرغم من كده لعندها أنمية جميل هقولك ليه بصة ستي الموضوع البساطة شديدة جدا فيه حاجة اسمها البلانس التوازن التوازن في الدنيا ايه هو ان انا بيأكل فيه كربوهيدرات فيه بروتين فيه فاتس او في دهون فيه انواع فيه تغذية فيه الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وفيها اكل وشرب بانماط مختلف فيه لحمة وسمك وفراخ دي بنسميها بروتين فيه كربوهيدرات اللي هي الرز الماكارونا والخضرات بنسميها كربوهيدرات فيه الفاتس اللي هي الدهون زي السمنة البلدي زي الدهنة اللي موجودة في اللحمة زي اللية زي الكلام دا كله دهون الفكرة كلها التوازن حلو يعني انا واحد من الناس لما بيجي حد بيجي العادة بيشرفني في العادة فبيجي يتكلم معي والله يا دكتور انا سمعت عن الكيتو دايت اللي هو الكيتوجينك او حد اللي هو بيعتبده اكتر على الدهون والبروتين فيه واحد تاني يقول له لا انا بشتغل على اللو كرب او الكربوهيدرات اللي هي الا واحد تاني يشتغل يقول لك لا ده بيختلف من ايه يا دكتور يعني حسب شكل الجسم او طبيعة الجسم انا دايما بقول كلمة بقول اولا لما تيجي عايز تعيش سليم عايز تعيش صحي نوع ما بين اكلك يعني كل فات كل دهون كل كربوهيدرات وكل بروتين بس بنسب قد ايه المشكلة كلها احنا عندنا افراط في الموضوع يعني احنا مفروض مفروض احنا بنفتر ونتغدى ونتعشها 75% مش شعب المصري بيتعشوا ما بيفتروش ولا بتغدوا انا وانا من ال 75% دولاج انا ما بقدرش وما بفتعش يعني ما بقدرش انه مثلا مش متعودة خلاص تعودت على كده هو 3 تبقى عناس بتاخد واجبة واحدة في الموضوع دي دي ازمة جبيرة جدا انا هقولك ليه في ناس تانية بتبدأ تأكل عندها شراحة في الاكل تحب الاكل هو الاكل على فكرة متع حلال يعني الاكل شهوة والاكل حاجة جميلة جدا والاكل بيفرض هرمونات سعادة الاربعة يعني والاكل حلو جدا هلسه نتكلم بقى الاكلات اللي بتزود السعادة طبعا 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 وانت الستبقى وعندها مشاكل وتحس انها مقمودة مش مظبوطة يعني فيه اوقات في الشهر بتعدى على السعادة بتبقى سيئة جدا فهو الفكرة كلها ان عند حضرتك عشان تبدأ تعملي دايما بقول يا جماعة اعملوا توازن في الاكل والعبوا في التوازن يعني ايه الفكرة انا واحد من الناس اول ما حد بيجيلي اول ما يجي ببتدي نعمل معا يعني يعني الخطة الاساسية ببساطة شديدة جدا الخطة الاساسية بتاعتك تعال ناكل كل حاجة مش احرمك من حاجة يعني كله بالطول ما تكلوش بالعرض انا كله مثلا بنفتر انا بفتر لما اكلم حد بتفتر ادي اقول لك رغيفين بلدي او تلتة ربعة ترغيفة فينو او توست او اين كان اقول له طب اي رأيك نبتديها بهلس شوي ناخد نص رغيف عيش فينو الصبح نص رغيف سوري نص رغيف بلد الصبح طب جميل وبعدها ايه اقول له مثلا معاها كباية لبن او كباية عصير او كباية قهوة مش كابتشينو ولا نس كافي ولا الحاجات دي كلها ليه؟ اقول له دي بتمنع نزول الوزن وبتعمل احتباس للماء جوا الجسم فاقول لي جميل طب من هفضل جعان اقول له من عارف انك هتفضل جعان بعدها بساعة كل النص رغيف تاني بعدها بساعتين كل قطعة فكهة يعني اكثر الفطار على مثلا مراحل لحد الغداء افطروا كله بالطول مش بالعرض احنا بنكل بالعرض احنا الواجبة واجبة لدي حقها احنا بحب دي كل حاجة حقها ما هي دي مش حقها هي الفكرة هنا حضرة نبي على فضل رسول السلام حتى قاعدة عظيمة جدا في الشيفة يعني حتى برا في يوروب كانت بينها على باب المستشفيات وعلى باب العمليات وحضرة نبي قال ليه ما ملأ ابن آدم وعاء شرم بطنه وبحسب ابن آدم يعني اول حاجة ما ملأ ابن آدم وعاء شرم بطنه اكتر حاجة تجيب لك الامراض هي بطنك من كتر ما احنا بنكل كتير بتعمل مشاكل كتير جدا في الكبد وفي القولون وفي المعدة وفيه وفيه فدي اول حاجة طب الانسان جعني يقولك بحسب ابن آدم ما بضع لقائمات يقن صلبة بضع لقائمات اللي هو النظام بالطول في طهر هاكل نصر غيف هاكل فكهة هاكل خضار هاكل شوية رز خمس سبعة معالي رز شوية صلطة كتير انا باتكلم بالتوسط على مدار اليوم يعني احنا الصبح للغد هنقول مثلا لو الناس احنا دلوقتي في فترة مدارس من الساعة سبعة لحد الساعة اربعة اكلنا بيبقى عبارة عن حاجات بسيطة بنفطر نصر غيف بناخد مثلا او على الفطار زبادي بالشوفان بالعسل او مثلا بلاش زبادي بالشوفان في الناس ما بتحبوش نقول مثلا شوية بطاطس على بضايا بطاطس مسلوقة اي حاجة ممكن تعمل غيف تعمل عيش توست ومعها مثلا جبن قريش اصحى الصبح اشرب مية اشرب ممكن تشرب مية بكركم عشان تحفز المناعة بتاعتك وتنشط جسمك عشان مادة الكركمين اللي فيها مية بكركم بشوية عسل او مية بكركم بلبن الهنود بيعملوها وجاب معهم نتاج هيلة جدا واحنا دخلين على الشتاء كمان الكركم بيتدوب في المية الكركم بيتدوب في المية او اللبن هو طعمه مش لطيف شوية فبنكسره بعسل وبيكسر يعني كمان بيبقى ليه لون هوا هوا كوكم بأصفر شوية فهو الفكرة كلها ان ده بيتشرب الصبح لان احنا الفترة دي النصيحة دي بقولها لستادة المشاهدين دلوقتي احنا دخلين على برد لأول مناعة اه فهندخلين بقى على ايام شتاء فالبرد كتير والأمفلوانزة كتير والمنعة بتقع ومشاجر كتير بتقبلنا برد في العدم ومشاجر طب نحل ده من دلوقتي نحله ان احنا ناخد حاجات مضودات اكسر طب نيجي نتكلم في نظام يومي نظام غذائي يومي نقول الصبح اسحى افطر حاجة بسيطة ايه الحاجة البسيطة اول ما تسحى لازم تشرب كبات ميا لازم تشرب كبات ميا ده اول حاجة انا ده قولك ان فيه ناس انا برضو من ضمنهم ما تنشربش مياه خلص دي انت مش متخلق كمية الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا من الماء كل شيء حي فانت متى مشاجر كتير طبعا يعني بشرة وشعر وكبد وكلة وبهدلة ويعني ومعدة يا بتبقى حالة برضو تعود ده ارجع وقولك تعود انحنا بدين سنشرب ما هو دي الفكرة ما بنفتكرش غير ما بنعطاش قوي بنفتكر انحنا مش تزناش مثلا عشان كده تعالي نمشي مع بعض ونبني عادة غذائية سليمة ما فيش حد في يوم من الايام لما تروحي لدكتور تغذية كان ديوتريشن او نيوتريشن يعني كان حد بيعمل ديوت بس او حد اخصائي تغذية على جاية حد يبيش تغل على الامراض وغيره تروحي له فيروح جاي يمطلعك على الميزان ويديك ورقة اقولك امشي عليها سيبيه الورقة وامشي ليه لان الله سبحانه وتعالى انا ممكن اكتب لواحد الصبح اقوله بتحبي تاكله يقول اكل فول على الفطار اقوله جميل كل فول بالنسبة قد كده تمام تلات اربعة معلقة فول مثلا تاكلهم بالمعلقة قاعدة جدا او تعمل نصر يعني مفيش حاجة ممنوع على الفطار كل حاجة انا ممكن احبها اقوله بس بكميات المسمحاني على حسب جسمي هقول لحضرتك كل انسان في الضايت بتاعه او في النظام اللايف سيستم بتاعه ليه نظام يختلف عن الاخر يعني واحد عنده قولون لو ادته فول الصبح امرده هاي موت طبعا امرده ابهدله طول يوم وابهدله ايام واحد تاني ما عندهوش فما ينفعش ان انا مفيش حاجة اسمها النظام غذائي ثابت لكل الناس في حاجة اسمها قاعدة غذائية ثابتة لكل الناس ودي اللي انا بتكلم فيها ايه قاعدة الغذائية ثابتة لكل الناس اللي هو انا هصح الصبح هفتر مثلا كوركومب شوية لبن وجنبها سمدوتش نصر غيف او شوية بطاطس بضاية عيش شوية فول هاكل قرصة طعمية مثلا ومعا على نصر غيف في حاجة كمان قالوا ان دلوقتي في بعض الابحاث قاعدت ان اكل الفاكهة يبقى قبل الاكل مش بعد الاكل طيب هاولك ام تابل ام تبعا او يعني اذا قالوا ان دا احسن عشان الالياف بتاعة الفاكهة وكلام دا كله ممكن بتسبب اضرار في المعدة لو اتكلت بعد الاكل كمان لا اهلا مش بتسبب اضرار هاقول لحضراتك الاضاية بتاعة الفاكهة طيب خلينا يعني دي هيبقى السؤال هاجاب على حضراتك بعد الاجابة دي فالاول حاجة اصحى الصبح نوع فطارك وجزقه ممكن تفتر نوعين ثلاثة صنفين ثلاثة ولكن بكمية قليلة بعدها بساعتين كل خيار بعدها بساعتين كل تفاحة بعدها بساعتين كل موزة كل ساعتين تدخل جسمك حاجة بعد كده نيجي على الغداء الغداء دايما نثبت فيه طبق صلطة قد كده ابدأ به بعد كده شوية رز شوية خضار وقطعة لحمة قطعة فراخ قطعة سمك تمام خلاص بعدها امتى هقولك بقى انا اكل فكهة امتى قبل الاكل قد كده نيجي على العشاء خلي العشاء زي الفطار حاجة سمبل جدا انا بفضل عشاء دايما يبقى زبادي بالشوفيان يبقى زبادي مثلا بقطونة حاجة خفيفة لان انت خلاص هتنام وبعد سبعة الحرق بيبدأ ايالي طيب امتى أكل فكهة كل فكهة قبل الاكل ولا بعد الاكل الفكهة تأكلها قبل الاكل أو بعد الاكل طيب امتى أكلها قبل الاكل أكلها قبل الاكل خلاص عادي في اي وقت لي لان انا في ساعتين ثلاثة عبدو فأكل الفكهة الفكهة اي نوع فكهة بيهضم من ساعة لساعتين بيهضم من ساعة لساعتين فانا علشان استفاد من الالياف بتاعت الفكهة وتدخل معدتي بخفة وتدخل القولون اخذها قبل الاكل اخذها قبل الاكل بساعة ساعتين نستفيد بها دي حيالي تكون خلاص ساعة ساعتين هي اتهدم طيب انا اكلت وعايز اكل فكهة وانت مش هتقدر تقول الناس ما تاكلوش فكهة بعد الاكل طيب امت اكل لو اكل كربوهيدرات بس يعني اي اكل مفوش بروتين كل فكهة بعد ساعتين لان الاكل العادي اللي هو الرز والسلطة والحاجات دي والخضروات بشكل عام برضو بتعود ساعتين لتلاتة تهدم فبعد ساعتين تلاتة كل فكهة طيب اكلت لحمة ما تاكلش فكهة غير بعد اربع ساعت يعني البروتين في الاكل او كربوهيدرات بتأثر مع الفكهة يعني مش هيباهره اوه هنا الفكهة كلها ايه هقول لحضرتك لو انا اكلت الحوم بتقعد اربع ساعت تهدم فلو اكلت فكهة بعد يعني حليت بالفكهة بعد الاكل على طول اللي بيقرأ لا مش ارهاق الفكهة كلها الفكهة بتدخل المعدة والالياف بتدخل جوه الغزء فللأسف الجسم ما بيستفدش بيها بتطلع مع الاخراج يعني بمعنى صحي بتاخد تستحر بس ما تاخدش فايدة طيب عارفين ان معظم السيدات اللي احنا لو عملنا تحليل كل الستات لو عمل التحليل هتلاقي نقص بيتامين دال بس احنا ناخد تليفون نقول الو الو عبير الو سائل خير اهلا بك يا عبير تفضل معيك دكتور محمد وطي التلفزيون يا عبير واسمعينا من دي التليفون لما سمعش بكتر انا رفيعة قوي ونشأك عندك كم سنة عبير عندي 21 وزنك قد اي عبير وزنك قد اي وطولك وزن 55 وطول يونيو سبعين طولك 75 وزنك 55 عملت تحليل طيب عبير يعني عملت تحليل ستول او تحليل غدة عملت تحليل سي بي سي بس انا وانا جسمي كان في الاول كان كويس بس بعد كده رضوها وكده في اسمي انت بسم الله ان شاء الله معاك بي بي يعني متجاوزها معاك اولاد يعني او معي ولا بي يعني انت بعد الولادة جسمك قل او او صحتك طبعا في النازل او تابعين اي عبير والدكتور اللي رد عليك هرد عليك حالي لسه بقول حضرتك ان معظم ستات اللي عملنا تحليل فيتامين دال هللاقي كلنا فيتامين دال قليل جدا ده حقي ده بقى لي يعني هل تراكم سنين احنا ما تغزناش فيه كويس ولا هي طبيعة فسيولوجية هو بيقل في الجسم فاحنا ما بنعوضش ده بالليك الاتنين الاتنين ات حضرتك جوابت عليها طيب هو الموضوع فيتامين دال وبعد كده رد علي أستاذ عبير طيب بصها ستين فيتامين دي ليه شوية اعراض ايه اعراض نقص فيتامين دال هي اعراض يعني واضحة وضوح الشمس اول حاجة في البشرة كلف الشعر يبي يسقط الشعرها بتنزل بنفسها من يعني الخصلة كاملة تمام النشاط فيه فتيج على طول او فيه ارهاق دايما العظام دايما بتشتكي ان عندك عظام من درجة ان الناس بتشوك ان عندها روماتيزم وروماتويد القلب خفقان على طول في القلب يا اما الضغط 95% الضغط بيبقى واطي يا اما الضغط بيبقى عامل كده مش مزبوط معاك تمشي خطوتين تحس يا لهوي عندها 20 سنة والله حسد دكتور كشف عليها قبل ودخل شعر 20 سنة مش قادرة تمشي تعمل كده تلاقيها بالطقطة من كل حتة مفيش اي قدرة على المشاط زائد الحالة النفسية كتئب هي مكتئبة على طول ليه يا ستك كله هو انا مكتئبة بيتامين دال هو بيتامين الشمس بس طبعا بيتامين الشمس عشان الناس تقولك طب ليه كما انا بقى في الشمس وبتعرض الشمس بس ببقى انه فيش فايدة ما هو عمرك ما هيبقى فيه فايدة لانه انت لازم تطلع له سكيني يعني حضارك البس البكيني كده واطلع في البلكونة بعد الصلاة 11-12 مشكلة كبيرة طيب ما تسمعش كلمة الدكتور يا جماعة ده حل غير منطقي يعني طب انا اعمليه عشان اعوض فيتامين دال تعالوا نتكلم في حتتين مهمين جدا التحليل بتاع فيتامين دال اعملوه هو في معامل بتعمله رخيص وفي معامل بتعمله غالي فعلى حسب المعمل او المستشفى وعلى حسب الامكانية اعملوه طب انا انا عندي الاعراض دي يعني عندي تقصف في الشعر وعندي كلف في البشرة وعندي خفقان في القلب وعندي ضعف عام وعندي عظامي وجعاني وعندي وجع دايما في العظم وبشتكي ان انا خطوتين واقع كل الحاجات دي عندك كل الحاجات دي عندك فيتامين دال طب ايه افضل وسيلة اول حاجة تروحي للصيدالة تقول له انا عايز احقنة فيتامين دال دي اسمها دي فارول متين دي بتتخذ كل 15 يوم لشهر يعني 15 يوم او شهر على حسب النسبة تمام دي اول حاجة تاني حاجة في حبوب فيتامين دال ده وتبل كده بتبقى 10,025 و50 انا سمعت ان هي اهل اللي هي تقريبا 5,000 فيه اللي هي فيتامين دال 5,000 فيه 5,000 و10,000 بيقوله ده امتصاصه احسن وفيديته اقوى ولازم يتاخذ وانت بتاكل حاجة فيها دهون علشان يبقى امتصاصه اسرع في الجسم وتستفيد منه اكتر لا اقول لحضرتك الفكرة فيه حياتة الامتصاص دي بيتكلمه مش في فيتامين دي بيتكلمه اكتر على الحديد وفيتامين سي يعني عايزة تاخدي حديد ايرون اخديه معاه فيتامين سي لانه بيعلم تصاصه وفيتامين دا لما تاخديه هو كده كده همتص في الجسم مفيش اي مشكلة فيه خالصين مغاد نظر بقى فيه دهون او مفيش دهون او مفيش دهون هو كده كده همتص فكرة الدوز قد ايه 5,000 و10,000 ما بتفرقش كتير وانا بفضل 10,000 بس هو الفكرة في ايه ان الدوز ده اصل ده فيتامين دا لده فيتامين يعني مش هيدرك الضرر انك تاخده 40,000 وحدة في اليوم هنا يبدأ يعمل ترصبات على الكيلية غير كده بعملش ترصبات طيب انا اخدت 5,000 اخدت 10,000 اخدت حبقات فيتامين دا لأ اخدت الحونة او اي ان كان هستمر عليها لحد ما الاعراض دي تبدأ تقل لو انا خلاص تأقنت ان انا عندي فيتامين دا وانا دايما برشح عايز تعرف دايما نعمل تحليل اي طبيب او اي دكتور او اي اخصائي الفاصل عنده لان الامراض بتتشابه الفاصل عنده او الاعراض تتشابه الفاصل عنده هو التحليل والاشع طب هل نقص فيتامين دا مرتبط بحاجة تانية لو انا عندي فيتامين دا نقص في جسمي بالفعل انا عندي حاجة تانية نقصة في الجسم الكالسيوم على طول ليه لان فيتامين دا من ضمن اعراضه مش لازم يبقى الكالسيوم نقص في الجسم إنهم بيبقى نقص في العظم فيتامين دال من ضمن الحاجات اللي بيعملها إنه هو بيدخل الكالسيوم جوه العظمة يعني العظمة كده فالكالسيوم لما بينزل وما فيش فيتامين دال بيترصب على الجدار العظم من بره من بره العظم يبقى هش عليك نور بيترصب على الجدار العظمة من بره وبيترصب على الأوعية الدموية وبيعمل مشاكل بعد كده طب لما يبقى فيه فيتامين دال علشان كده الناس بتشتي كتير من عظمها بياخد الكالسيوم بيحمل الكالسيوم بيشيل الكالسيوم على كتفه ويدخله جوه العظمه نفسه فمن هنا يجرى ايه؟ هنا يجرى التوازن او البالنس اللي احنا بنسعليه او اللي احنا بنقول عليه طيب عبير بقى تعمل ايه علشان تدخن وتعود الوزن لحسيته طيب موضوع النحافة موضوع النحافة اصعب من موضوع الخاصة زيانا لك طيب النحافة دي عشان اولا اعمل ايه علشان انا عبير نحيفة وبتتكلم في حوالي 15-20 كيلو فرق ويقول لك يعني انا فكرة بيكلوا يعني ممكن تبقى واحدة نحيفة جدا تلك انا باكل صور النهار ما ببطمش اكل ما هو دي الفكرة وباكل نشويات وباكل عيش في كل واقب نقول لها اول حاجة روحي اعملي تحليل اللي هو الـ TSHB-3UTV اللي هو الغد روحي اعملي تحليل CBC اللي هو صورة الدم روحي اعملي تحليل اللستول روحي تابعي مع السادة اطباء البطنة تمام لي عشان يكشفوا يشوفوا البطنة هدي فيها في ايه مشكلة عندها في البطنة تمام ليه ايه لعملية الهضم فيها Λيني ممكن يبقى بتاكل كتير جدا مساعدها عصرة هضم دايغة يبقى الاكل بينزل يعني هي بتاكل من هنا ما بتستفيدش بي ممكن يبقى فيه لدان كمان يعني ممكن يبقى فيه لدان العشان كده هي لازم تروح لتنين لازم تروح للسادة اطباء البطنة طبعا لازم تابع معاهم لأن ده تخصصه ومدامنا لعبهم وتروح مع حد متخصص حد دكتور برضو من سددة كاترة التخزير العلاجية أو خصوصية التخزير العلاجية تتابع معاهم اللي اتنين واحدة أكتب لها على العلاج بتاعها وعلى الدواء بتاعها لأن التشخيص الدوائي بتاع السادة الأطباء فالسادة الأطباء بيكتبوا التشخيص الدوائي بتاعها ويرح جاي خلاص يقول لها أنا كده مهمتي هنا بدأت وبدأ إδيها رولز أو قواعد عريضة أو ديدلاين نستمشي عليها بعد كده تروح لحد معنات اليفون نكمل ردة العبير أم محمد ألوه أم محمد مساعدت سلام عليكم عليكم مساعدت لبركاته سلام عليكم أصمحت بس أتتكلم مع الدكتور اتفضل يا محمد معك دكتور محمد معي دكتور جوزي طعبان جلبه طعبان عنده كهرباء في الجلب شفر الله وعفاه بس لي شنتين يا دكتور ممشاش رحنا على الدكتور مخه أعصاب وطي التلفزيون يا محمد وطي التلفزيون فالدكتور طبعاً جلل عندك نقص في الكالسيوم نقص في كالسيوم ودلوقت طب بياخد العلاج ودي جرع كبير من الكالسيوم طب هل الكالسيوم يا دكتور هل الكالسيوم يا دكتور يمنع أنه هو يتحرك في مدة سنة يعني هو إزاي مش فاهمك برضو الدكتور يعني كتب له من ضمن العلاج كالسيوم طيب وهو بياخد كالسيوم وبقاله سنتين ما تحركش من بعد قدم الكالسيوم ما تحركش ليه يعني هو يعني ربنا عفو عنه يا أمه بالسلامة هو زوج حضرتك يعني هي بتقول أنه هو بقاله سنتين بيتعالج من مشكلة في القلب ويبتدأ ياخد كالسيوم فهي بتربط بين أخدان والكالسيوم ده والكالسيوم أنه هو ما بيخلهش يمشي هالفي علاقة ده ما روش علاقة طبعاً بالعكس الكالسيوم يحفزه يعني يعني الكالسيوم يحفزه يعني مخروض الكالسيوم يخليه يتحرك أكتر يخلى عنده عظمه في قوة شوية يعني الكالسيوم معروف الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم هم المسؤولين عن وفايتامين كي تو وفايتامين دي هم دول المسؤولين عن العظام بس هو الفكرة كلها أن الحالة معلش هو أنا مش قدر أجاوبها لأنه هو محتاج يكشف عنده دكتور قلب صح؟ دكتور تغذية طبعاً لا لا ده أولاً هو التغذية في كل حاجة وسيء العلاج نوعين علاج غذائي وعلاج دوائي أنا ده يعني إحنا للأسف بناخد العلاج الدوائي بس طب هي ممكن يعني طب إحنا ممكن نقرب لها الإجابة أن هي الأكلات اللي تنفع معاه وهو مريض قلب لا هنا ما قدرش وهقول لحضرتك على حاجة مرضى القلب مثلاً بنوقف له بقاعدة عامة الناس اللي عندها مشاكل في القلب ومشاكل في الأوعيات الدموية بيوقف البروتين أو بيأكل بروتين بنسب قليلة جداً بيوقف الدهون تماماً عشان دايماً بيبعنده قلب وبعنده مشاكل في الكوليسترول ومشاكل في الدهون السلسية وعنده مشاكل في الأوعيات الدموية طب إيه اللي بيبوز الأوعيات الدموية وبيقطق يبقى الكوليسترول والدهون السلسية علشان بيقفلوا الأوعية وبيعملوا تجلطات وبيعملوا مصائب طب إيه اللي بيجيب الحاجات دي؟ اللي بيجيب الحاجات دي أولا السمنة تمام؟ ثانيا أكل الدهون الكتير أكل البروتين الكتير يعني أكل الفراخ واللحمة بكترة كل دي بيعمل أزمات وإننا بقى فيه ناس في الصعيد بيحبوا قوي يعملوا الأكل دسم 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 السمنة البلدي حرفيا لو ما كانش أنا صعيدي فلو ما كانتش حتة اللحمة القدي كده غرقانة في كيلو سمنة وفيه حاجة غلط طب هناخد الحاج مهدي ونشوف كده الحاج مهدي من أهل الصعيد ولا لأ؟ أو يقولونك كلام ده صحة ولا لأ؟ ألو؟ السلام عليكم يا باشا عليكم السلامة والبركاتي أنا معاك مع الشاشة يا باشا الحاج مهدي معاك أهلا بيك يا حاج مهدي تفضل الدكتور معي عزك الله إزا حضرتك عملي يا باشا اتفضل ليك سؤال للدكتور تحب تسأل في حاجة يا حاج مهدي؟ أيها باشا عندي ألم في الأحصاب وألم في العظام التهاباتش يا خلص رجعبت في الكتفة على طول ونشوف ديها إيه دوه خالص طب انت كشفت يا حاج مهدي؟ كشفت يا وقلتك التهابات عندك تسأل عصاب يا دكتور بك الله عرفك طيب هو السادة أطباء العصاب يا حاج مهدي هيبتدوا يكتبو لك على حاجات زي بيتولف يعني كتبو لك على فيتامين بي 12 عشان ده مسؤولة عن العصاب والالتهابات الزيادة حاج اعمل حسابك أنا بقى دي التخزية يعني التخزية إيه الأكل والشرب اللي بيزود الالتهاب شرب القهوة الكتير بيزود الالتهاب بيزود الالتهاب؟ طيب في حاجات بتزود الالتهاب زي شرب القهوة الكتير زي شرب الشاي الكتير زي شرب البيبسي الكتير زي أكل اللحمة اللحمة فيها حمد اسمه الأركيدونيك الأركيدونيك ده بيعلل الالتهاب جدا في الدم طيب نعمل إيه علشان نقلل الالتحاب طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل ردنا على حجمات إذن الله لجينا لكم بعض الفاصل ونكمل مع الدكتور محمد نرد على حجمات دي بقى حجمات دي مقولش ان احنا طنشنا احنا أهل السعيد على رأسنا والله واندارش انطنشنا قابل بصي اقول لك على حجم في بعض الأكلات زي ما قلنا بتزود الالتحاب كل حاجة في الدنيا ابنا كلها علشان كده نرجع تاني لأول حلقة الله سبحانه وتعالى وقال فلينظر الإنسان إلى طعامه احنا يعني للأسف منظمة الفعو بتقول ما بين كل ثلاثة مصريين فيه اتنين عندهم أمراض غذائية احنا ما عندناش الوعي الغذائي التام للأسف يعني وده بيسبب أمراض كتير العلاج لكل السادة المشاهدين لازم يعرفوا ان العلاج نوعين مش نوع واحد العلاج الدوائي وده مع السادة الأطباء والعلاج الغذائي مع الناس اللي زي أنا كده بتوع التغذاء العلاجية العلاجية الغذائي كل الدواء فيه فيه قاعدة اسمها food and medicine interaction التفاعل ما بين الغذاء والدواء ممكن حد ياخد دواء ويأكل أكلة تفسد مفعول الدواء الأكل يفسد مفعول الدواء زي مثلا هدي مثال عام المريض السكر وهو قاعد على الصفرة لسه هيبدأ يأكل سكره عالي طبيعي فضرب الأنسلين عشان يبدأ يعد يأكل فهو حط الأنسلين من هنا سكره قل طب أول ما سكر قل قاعد يأكل كربوهدرات كتير بدون ما عملش control على أكله إيه اللي جرى؟ السكر طبعا تانش طبعا عليك نور يبقى احنا إيه المكسب ما عملناش حاجة إيه اللي بقى جرف جسمه؟ أولا السكر قطرته بتعمل مشاكل في النظر وفي الكبد وفي الكلا وفي المعدة وفي العظام يعني عشان كده تلاقي الناس اللي عندها سكر سكر مستمر وسكر مزمن وما بيتعالجوش ومش مهتمين بأكلهم وشربهم ويعني بيعقوا في السكر دايما تلاقي بعد فترة أقولك أنا نظري ما شايف بعد فترة أقولك أنا عضم واجعني بعد فترة أقولك أنا عندي مشاكل في الكبد بعد فترة أقولك أنا عندي مشاكل في الكلا جسمه بيبدأ يتهاوى فعشان كده دايما نقول للسادة المشاهدين يا جماعة خدوا بالكو خدوا بالكو جدا القاعدة دي يمكن بفضل علينا اللي واحد دايما يطلع يتكلم فيها بقول يا جماعة العلاج نوعين غزائي ودوائي طب ايه بقى العلاج الأكلات اللي تزود للالتهاب اللي تزود للالتهاب زي ما قلنا أي حاجة منبهات كل المنبهات كلمة منبه بتنبه شاي أهوة شاي أهوة بيبسي نسكافية كل الحاجات اللي احنا بنشابها بأنواع علي كل دي بتزود للالتهاب طيب أكلنا اللحمة تزود للالتهاب كل الحاجات دي بتزود للالتهاب وبتعلي للالتهاب في الجسم طيب عايزين نقلل للالتهاب نعمل يبقى الكركم الكركم على المية معلقة كركم على المية ربع معلقة في اليوم موضوع بسيط جدا ربع معلقة في اليوم ربع معلقة كركم يوميا على كباية لبن أو على ربع كباية لبن وعلى شوية عسل وخلاص اشربها ده أول حاجة تاني حاجة شغل أخضر شيء الأخدر فيه الجلوتاسيون وفيه البوليفينول أي شيء أخدر شيء الأخدر هو نوع واحد ولكن هو درجات نقاء درجات يعني أنا مثلا بيجي لي من الصين بيجي لي من الصين مباشرة يعني فيه شيء أخدر لو أعمل زي النعنع الأخدر كده للورقة صحيحة كده وتحس إنه هو بال ما هو ده شيء الأخدر هو ده شيء الأخدر وعند أي عطار وصف حضرتك يا فندي ما هو عند عطار أو أي براند يعني هو موجود في السوبر ماركت وفي العطارين وفي كل مكان لو تعرفوا حد بيجي من بره يبقى أفضل كمان بيبقى طعمه مختلف وأحلى شيء الأخدر فيه البوليفينول وفيه الجلوتاسيون مضادات أكسادة رائعة بتقلل جدا للتهاب طب إيه تعني كل مضادات الأكسادة يعني طبق الصلطة المتينة اللي احنا بنكله ده كل مضادات أكسادة يعني البقدونس على الكرفس أنا سمعت كمان إن تلوين طبق الصلطة الألوان الكتير طبق الصفر في الألوان في الألوان في الأخدر طماطم خضار خيار سبع ألوان ده بيخلي كمان بيزود المناعة سبع ألوان في جسمك سبع ألوان في طبق الصلطة يمنعوك من كل الأمراض اللي ممكن تجيلكم الصلطانات تماما يعني أحد فيه قاعدة كده يقولك لو كل يوم أكلتي في طبق الصلطة سبع ألوان كلما كترت ألوانه يعني كلما كترت محتوياته عايزة تعملي طبق صلطة سليم مية في المية وحلو جدا مية في المية ورائع لكل مرضى للتهاب والكبد والكلة والكلام أعملي كالتالي جيبي الخضرة اللي هو الكرفس البقدونس الجرجير الشبط الحاجات دي أطعيها أطعيها جيبي الفلفل الألوان الرومي الأحمر والأصفر أو الفلفل العادي اللي هو الفلفل الأخضر الحراء أو العادي زي ما تحبي حطيها بعد كده حطي مثلا متحب أنت بقى تحطي إضافات زي البنجر زي الأفجاد وزي أي إن كان حطي كتري ألوان يعني كتري ألوان وكتري أصناف أقل حاجة بتتحطي في طبقة السلطة هي الطماط أقل حاجة والبنجر كمان حطي بقى جدا رائع البنجر فوق الرائع البنجر على فكرة وأحلى من البنجرية كمان نفسها عارفة الشرشوبة بتاعة البنجر اللي حنا بنقطعه نرميها دي دي أغنى مصدر للبوتاسيوم في الكون دي فيها 1400 ميلي جرام بوتاسيوم دي سؤال بقى بيقولك إيه الأغذية أو الفكهة أو الأغذية اللي بتقوي عضلة القلب ما هقول لحضرتك هو لسه نحن نتكلم في طبقة السلطة اللي أنا هقولك عليه ده ده كل مضادات الأكسادة أو الحاجات اللي تقوي جسمك وتنفشت جسمك وتنظف جسمك وتخليك دايما بصحة كويسة أول حاجة وأهم حاجة هي طبقة السلطة لما تحطي بنجر وأفو جادو وألوان فلفل ألوان وتحطي تنوع أنا يا دكتور تقوي على طبقة السلطة عشان ولادنا ولادي ولادي ولاد أطحابي ولادي الأطفال كلها بيقول سلطة ما هقول لحطة الأولاد الأولاد بيقلدوا أهليهم لو أنت بتاكل سلطة الأولاد هاكلوا سلطة لو باباهم بيقول سلطة الأولاد هاكلوا سلطة الأولاد ما هم إلا مقلد هو بيقلدك في كل حاجة داني أقول لهم كده أن السلطة بتغذي الشعر وبتخلب الشحل أنا حالياً بنزل المدارس الإنترناشنال مدارس الإنترناشنال والناشنال بعمل أول كورسات تغزية عامل منهج تغزية أول مرة يجرب في الوطن العربي كله إن أنا عامل مناهج تغزية للطلبة أصلا من سن كي جي لحد سن ثلاثة سنة فدول الأطفال في السن الصغار ده بيقلدوا والسن الصغار ده هو اللي أنت بتبني فيه كل العددات مش حكات إنهما بيقلدوا ومشكلتهم إن كل الأطفال عايزة أكل فاس تفوت بطاطس الفراخ اللي معرفش ده متحمرة زي الكريز عملنا في البيت بده ما تجيب شبس عملي في البيت المشكلة إنه هو مقلي المشكلة مدام في زيت ماشي عارفة عايزة تعمليها مقلي بس أليلي خلي الزيت بتاعك يبقى ما يتأكسدش يعني ما يتأكسدش مرة والتانية ورمي مرة والتانية وخلاص يعني هو الزيت مرة والتانية عشان بعد كده بيتأكسد فأنا عندي يا جماعة حتة المقلي ما فيهوش أي مشكلة طول ما أنا باخد بكميات ما هو كميات قدية ما إحنا كل ما أنت لازم تقلي الأكل فيش أي مشكلة ومش كل الناس بتحب الأكل الهلسي 100% اللي هو مياه في المياه هلسي اللي هو معمول بالبخار ومعمول من غير زيت وميا بس شكل الناس بتحب الأكل حلقتنا قرب تخلص بقى عايزين نرحق نرد بسرعة لو أنا عايزة أدخن أعمل إيه ولو أنا عايزة أخس أعمل إيه بسريع ببساطة شديدة جدا لو عايزة أدخن بالنسبة للعبير مثلا عايزة أدخن بص عبير أعمل التحليل لو طلعت سليمة بإذن الله بإذن الله تطلع سليمة وكله زي الفل كل ساعة عبير كلي كل ساعة كلي طب أكل إيه جيبي شوية حلبة حطيهم على شوية عسل اللي هي المغت جيبي كلي مع الغدى سبع زاتونات مع الغدى كل زاتون الزاتون الخلز الزاتون الكلماتة ده ده حلو جدا ده بيفتح النفس وكمان بيدخل دهون صحية جوه الخلية جوه الخلية بتاعة الشخص فبتكبر شوية تمام حاول اتمرس مشاط رياضي لو بلمشي بالرأس بغيره هيفرق معها جدا جدا لأن الناس بتقولي أنا أهلعب رياضة زي وأنا عايز أخس ده مفروض أهلعب رياضة لما أتخل لا خالص الرياضة بتأكل جدا فاعمل النشاط رياضي وكل ساعة ساعتين تلاتة كلي بس كل إيه عايز أخس بقى عايز أخس العاب رياضة ده أهم حاجة طب الرياضة مش قادر أنزل من البيت رقص في البيت أفضل رياضة للسيدات هي الرأس بعد كده المشي تمام بعد كده الرياضة خفيف وكتير أنا لو باكل واجب واحدة في اليوم كل عشر واجبات في اليوم لو باكل ثلاثة في اليوم كل سبعة في اليوم هنديش أي مشكلة بس قال للأكلك كل بالطول مش بالعرض دي قواعد اسمها قعدة ذهبية لو أكلت بالطول مش بالعرض القعدة الذهبية هي قعدة حضرة النبي سلسل لطعامه وسلسل لشرابه وسلسل لنفسه قوعة في يوم من الأيام تقوم من على الأكل بطنك مقفولة قوم دايما خفيف قعد خفيف وقوم خفيف إنما قعدة المصريين هندينا مثلا لزيب الدرب بالنار لا يقول لك إيه إن قعدت قعدة الرجال وكل أكل الجمال يا جماعة أكسم بالله الجمال بيمشوا شهرين في الصحراء من غير أكل إحنا بنطلع السل مننهج فمفيش الكلام طبعا إحنا يبقى لينا حلقة معك تاني يا دكتور عشان نتكلم بقى على الرجالة ونتكلم إزاي الراجل كده يبقى أحمد عزي في نفسه كده يا جماعة يعني الكرش بقى والحركات دي طبعا تروح وهنتكلم كمان على تغذية الأطفال طبعا لإحنا للأسف وقت حلقتنا خلص تشارسنا بيك جدا يا دكتور ويا رب يكون المشاهدين يستمتعوا معنا بالحلقة وإن شاء الله يكون لنا لقاء تاني مع دكتور محمد العربي أخصائيات خذية العلاجية والعلاج السلوكي والدعم النفسي والدعم النفسي ونكمل بقيت إزاي نبقى عايشين حياة صحية سليمة لينا وليكم أشوفكم على خير الأسبوع الجاي مع برنامجكم الحياة محاولة